بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد اليوم رح نبلش في أول ملف إنا بلغة الدارت في البداية أنا عندي هنا الإكسبولر الإكسبولر هو مكان باستعرض لك في الملفات الإنت بتنشئها أو الفردارات أول خيار عندك هنا وهو نيو فايل الخيار الثاني اللي هو نيو فولدر يعني بدي أنشئ فولدر فأنا بدي أنشئ فولدر معك هي نيو فولدر بدأ أكتب له هنا زيرو رقم الدرس اليوم تسعة بعدين بدأ أكتب أنا هنا هايفن اللي قلنا عنها الشحطة صح ما قلنا أندرسكور هايفن طيب ممتاز بعد هيك بدأ أكتب مين ليه كتبت مين لأنه موضوعنا اليوم بيحكي عني المين ميثود وراح أشرح لك شوفيك تنمي عنك معني شوي وهي أنت في الطريقة الثانية لإنشاء الفولدر ياس وقف هنا على الكسبولر رايتك لك نيو فولدر وبتكتب اسم الفولدر بالدكية ليش حطت أنا هنا زيرو ناين الفكرة من الأرقام هي ترتيب المحاضرات زين مي مكتوبة عندك تحت كل فيديو والفكرة الثانية باستخدام هذا النمط سترتب الفولدرات تحت بعض على حسب ترتيب الفيديوهات يعني رايتك لك نيو فولدر إذا حكيت له عشرة هاي فن وحكي له هون مثلا تست طعا هون أنشأت فايل كي بدي أحذفه رايتك لك ديريت أي ممتاز هاي موف تراش حذفته مرة ثانية رايتك لك مش نيو فايل نيو فولدر عشرة هاي فن وبحكي له هون مثلا تست شو كيف نصدر العشرة لتحت هون كان قصدي أنا على الترتيب طب كي بدي أحذفه بدو مع مرة تكليك ديريت حيكون كاتب لك الاختصار هون أنا في الماك كاتب لي كابستي الكومند وكابستي ديريت انت حتلاقي اختصار الويندوز هون اكتب لي في التعليقات اش هو اختصار الويندوز على الاغلب هتكون هون كابستي ديريت شفت مع ديريت او كابستي ديريت لحالة تبلي في التعليقات محايا كومند وكابستي ديريت وليس بدي احذفه موف تراش هسا كي بدي أنشئ ملف انا هسا اخترت تسعة مين طي انتبه اذا كابست انا هون بطلت انت مختاره فعشان اختارها بالفولدر اكبس علي تقدر تختار من هون نيو فايل او اكبس علي مرة ثانية رايتك لك انيو فايل الك حرية الاختيار اكيد انتبهت انه انا قاد بعلمك عن الفيجوال استيديو كود شوي شوي راح اكتب انا هون مين طبعا الك حرية التسمية بس خليها مين في البداية هسا هيك انتهى الموضوع لا هسا اي ملف انت بتنشؤه لازم تعطيه امتداد بعدين لازم نعطي امتداد لهذا الملف هتقولي انا مش فهم شيعني امتداد هسا بيدي اف شو بيكون امتداده بي دي اف انت هسا بتعرف انه هذا الملف هو عبارة عن بي دي اف هسا كيف بدي اعمل رينيام رايتك لك هيا هون رينيام اختصارها انتر بس اكبس عليها انتر بيدي اغير هسا الامتداد مثلا وورد اللي هي اتوقع دوكومنت ياس هكسا عندك ملف وورد وشو انتبهت انه اختلاف الامتداد بيغير شكل الملف خليك شوي عن البرمجة مثلا لو حكيت له اجتمال طبعا احنا شرحينها على القناة الاجتمال هي الخاصة في الويب طبعا كيف تغيرت الايكون مثلا css css صار ان css مثلا javascript gs وعن الاجتمال والcss والجواسكريبت هم مشروحين على القناة الى تسجيل هذا الفيديو احنا قاعدين من جاهزة اسهل كورس جواسكريبت لكن احنا هسا في كورس لغة دارت معنا شو تكتب هون يا عين عليك اكيد انت استنتجت الحالة دارت هكسل ملف هذا هو عبارة عن ملف دارت اتمنى ان تكون الفكرة صارت واضحة هليني اسكر هذا الاتحت هون سكرته ممتاز هسا هون المفروض اني انا اكتب الكود اللي بدي اعمل لوران ايش يالعمل لوران يعني بدي اشغله بكتب عملية معينة بدي اشغلها لكن نقطة مهمة عشان اكتب انا الكود هون تعني اتعرف عليها شو بيحكي لك اي كود بدك تكتبه لازم ينكتب داخل ميثود اسمه مين حد قلي دقيقة بلسنا نحكي كلام كبير ايش يعني ميثود ميثود او فاكشن الاثنين واحد يعني كان ميثود او كان فاكشن الاثنين بيأشوى على شغله واحد لكن احنا في محاضرة اليوم ما رح اشرح لك شي يعني ميثود وش يعني فاكشن اتفقنا من الثنتين هما عبارة عن اشي واحد لكن في لغات بتحكي ميثود وفي لغات بتحكي فاكشن يعني اختلاف مسميات جميل طب شو معناته ان شاء الله في المحاضرات القادمة رح يكون في عنا 15 فيديو بيحكي عن كل انواع الميثود في الدارت والي هي نفسه الفاكشن لكن في محاضرة اليوم انا رح ابسط لك الفكرة الميثود خلني اعتبره في محاضرة اليوم هو عبارة عن صندوق هذا الصندوق انت لازم تكتب بداخل الكود ليه عشان يعمل لك الرن شو منستنتج من كلامي انك انت ما بتقدر تكتب الكود الا داخل المين هو الصندوق الاسمه مين يعني في عنا صندوق شو اسمه اسمه مين في داخله تكتب الكود عشان يقدر يعمل لك رن هذا الكود عشان يقدر يشغل لك الكود انت اكدها سفمت علي لكن برجه اكد هاي تبسيط للأفكار في المحاضرات القادمة رح نشرح لك الميثود مية في المية تبعا نرجع للكود كيف بدي انشئ الصندوق شغلة اسمها فويد الفويد هاي معناته انه هابا الصندوق فقط بنفذ اوامر طيب تمام شو اسم الصندوق اسمه مين ابن نفتح اقواس براجة بنسميها بركت بعدين اقواس متعرجة بنسميها كلي بركت طبعا دايما احكي انا في الانجليزي اول محاضرات ابن ان اقوللك مثلا اقواس بركت اقواس متعرجه معناتها كلي بركت بريد ان اجت BU احكي مباشرة كل براكت فانا بحاول في بداية المحاضرات اي اشي انجليزي عارب لك هي طيه ممتاز شايف هسا هاي كل براكت اللي قلنا عنها اقواس متعرجة انت لازم تكتب الكود هون بداخلها انتبهت على شغلة لما كتمنا مين مستطنع عندك فوق شغلة اسمها رن وهون هي هاي الفكرة الفكرة انه انا محتاج هذا الصندوق عشان كبسة الرن الموجودة هون عشان اقدر اكتب كود معين ويتنفذ الكود ها نقطة ثانية مهمة لا تربط اسم الملف في المين يعني مثل ممكن تسمي هنا محمد حمد دودارد علي دودارد نور دودارد يعني نسمي اي اسم بذكية لكن المين هاي لازم يتم تسميته بهذا الاسم يعني مثل طلع معي هنا لو قلتني مثلا اي مين هاي؟ انت انشأتها لكن ما في كبسة الرن مش بتعرف عليها لازم ينمين قبل ما انهي حاب اوضح بعض النقاط المهمة النقطة الاولى ليش احنا منحتاج هذا المين عشان نكتب داخله الكود طب ليش ما نكتب الكود هسا بداخله هتكون ان شاء الله في المحاضرة القادمة حبا حبا طيب هاي فهمنا النقطة هاي؟ انه انا محتاج المين دايما عشان نفذ الكود طيب ليش لغة الدارد محتاجة المين؟ الناس اللي جاي من اللغات الثالثة مثلا جافا سي بلس بلس سي شارب هم فهمين الفكرة هاي الناس اللي هي اول مرة تتعلم لغة برمجة الثقة تلقاتي متذكر الاسدكيه الدارد اللي نزلنا احنا على جهازنا هدولي اقد ذكرت ونزلنا مع بعض بش قلنا انه هابا الاسدكيه بفهم جهازك انه انت قاعد بتكتب لغة الدارد؟ كلامك صح انه جهازنا ما بفهم لغة الدارد فالاسدكيه بفهم الجهاز انه احنا نقدر نكتب لغة الدارد ايه ممتاز اونا شو اللي بصير؟ لما انت تكتب المين الاسدكيه بتعرف مباشرة على المين فاي كود انت رح تكتبه الاسدكيه رح يساعدك في عملية الرون فهي الشرط اساسي ان انت تكتب هذا الميثود دايما في بداية اي ملف اتمنى تكون الفكرة صارت واضحة طينا دايما بحاول اني اقلل وقت المحاضر لك عشان قاعدة منشرح كل اشي بالتفصيل فممكن تلاقي بعض المحاضرات تطول مني اذا ذرت المحاضر للنهاية اكتب اي تعليق بالذكيه اضيف اشارة الوردة عشان اعرف انك احذرت لاخر المحاضر ونشوفكم ان شاء الله في المحاضر القادمة ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة